بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وهب عباده المقربين الأدب ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الثاني الابتدائي أسعد بلقياكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وأرحب بكم أجمل وأحسن ترحيب في مطلع هذا الدرس كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ عادل أسويلم وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وموضوع الدرس التعامل مع الناس الأداب وحد الأداب وحد وإلى أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى أول هذه الأهداف أن يميز الطالب بين الصور المعروضة صفحة 26 سنعرض بعض الصور ونقارن بينها ونميز بينها أيضا أن يستنبط الطالب أو الطالبة فائدة التبسم أيضا أن يطبق الطالب أو الطالبة الطريق الصحيحة لملاقات أصحابه أيضا أن يذكر الطالب أو الطالبة أدبا من أداب الحديث هناك أداب للحديث نريد أن نذكر أدبا من هذه الأداب أيضا أن يختار الطالب أو الطالبة التصرف الصحيح حين إساءته لأحد إذا أساء لأحد ماذا يفعل دائما عند بداية كل درس أحضروا ما يأتي ماذا نحضر حينما نبدأ دروسنا نعم أحسنتم الكتاب المقرر كتاب المادة المقرر وأيضا جميع الأدوات أحضر جميع الأدوات قلم الرصاص وهو الأساس أيضا أحضر البراية والممحاة والألوان حتى لا أضطر لقطع الدرس ويضيع شيء من وقت الدرس دائما أكون على استعداد إذن هذا هو قسم الفقه والسلوك من كتاب مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية وهو الذي بإذن الله سنتناول فيه هذا الدرس الذي سنتعرف على موضعه من خلال هذه الفهارس افتحوا على الفهارس صفحة سبعة وانظروا إلى موضوعنا لهذا اليوم هذه الصفحة وهذه الموضوعات ولدينا الآداب الآداب انظروا إلى هذا درسنا لهذا اليوم الآداب واحد الآداب واحد هنا هذا هو درسنا لهذا اليوم وهو في صفحة ستين وعشرين إذن هذه هي الوحدة الأولى التعامل مع الناس ودرسنا هو الآداب واحد نريد أيضا أن نتعرف على فقرات درسنا لهذا اليوم درسنا من الدروس الشيقة التي في موضوع مهم ألا وهو التعامل مع الناس والآداب الآداب وسنقسم هذه الآداب إلى ثلاثة دروس الآداب واحد الآداب اثنين الآداب ثلاثة إذن أول الفقرات المقارنة بين الصور المعروضة صفحة ستين وعشرين اثنين فائدة التبسم لماذا نتبسم؟ ثلاثة الدليل من السنة على التبسم أربعة كيف أستمع إلى من يتحدث؟ عندما يتحدث بجانب أحد كيف أستمع إليه؟ تطبيق آداب اللقاء وأثرها إذا أسأت لأحد ماذا أفعل؟ حينما أسيء لأحد ماذا أفعل؟ هذه فقرات درسنا لهذا اليوم وأنا في شوق لكي نبدأ درسنا بإذن الله إذن درسنا ما عنوانه؟ ما عنوانه؟ أحسنتم الآداب لاحظوا الآداب هذا يعطينا تصورا أنها أدب واحد أم أكثر من أدب؟ ما رأيكم أنتم؟ هذه الكلمة هذه الكلمة هل هي الآداب هل هي مفرد؟ يعني تدل على واحد أم هي تدل على عدة أشياء؟ أدب واحد أم عدة آداب؟ إحسنتم آداب جمع تدل على الجمع إذن آداب جمع كلمة آداب هي من تدل على جمع وتدل على أن أكثر من أدب بمعنى أننا سنتعرف على أكثر من أدب بإذن الله تعالى واليوم بإذن الله تعالى سنتعرف على أدب الابتسامة وأدب السلام واللقاء وغير ذلك من الأداب التي سنتعرف عليها بإذن الله تعالى في درس اليوم وهذا هو درسنا لهذا اليوم وهذا هو الرابط الرقمي الذي من خلاله يمكنكم الدخول على الدرس والاستفادة من الخدمات الموجودة والكتب الإلكترونية وغير ذلك إذن الآداب واحد وهنا لاحظوا معي تشاهدون صورا عديدة بأشكال مختلفة لنفس الأشخاص نفس الأشخاص لكنهم في أوضاع مختلفة كل صورة تعبر عن شيء كل صورة من هذه الصور تعبر عن شيء إذن ما المطلوب منا لاحظوا هنا أرسموا دائرة حول تعبير الوجوه المحبوبة عند الناس إذن ما المطلوب منا ما المطلوب حسنتم رسم نرسم أي شكل دائرة حسنتم بارك الله فيكم إذا كنا نريد أن نرسم دائرة فما الأدات المناسبة لرسم الدائرة حسنتم إذن لابد أن تكون معنا الأقلام وقد تهيأنا في بداية الدرس بإحضار الأقلام إذن القلم معنا الآن أرسم دائرة حول تعبير الوجوه المحبوبة عند الناس لاحظوا هذه الفتاة ما رأيكم؟ وجهها يدل على ماذا؟ هل هي مبتسمة؟ لا لا أظن ذلك إذن هي حزينة ومقطبة للجبين وربما هناك شيء أساء لها إذن هل نضع دائرة على هذه الصورة؟ هل نضع دائرة على هذه الصورة؟ لا لأنه يريد فقط الوجوه المحبوبة عند الناس لاحظوا هنا هذا الشاب أيضا لم يبتسم إذن لا نضع دائرة ما رأيكم بهذه الفتاة؟ ربما زال عنها الشيء الذي كان يؤديها هي الآن تبتسم أليس كذلك؟ إذن نضع دائرة حولها أحسنتم إذن نضع دائرة حولها رائع وهذا الشاب أيضا هذا الولد ما رأيكم؟ الآن هو مبتسم نضع دائرة حول وجهه؟ أو على وجهه؟ نعم أحسنتم هذا الوجوه محبوب عند الناس أيضا هنا الفتاة مبتسمة أيضا نضع دائرة أم لا يضع؟ أحسنتم إذن نضع دائرة نضع دائرة حول هذه الوجوه لأنها تؤدي هذه الابتسامة لماذا نحن نبتسم؟ لماذا نحن نبتسم؟ تخيلوا أن الابتسامة هي عبارة عن تعابير في الوجه تعابير في الوجه في الشفاء في غير ذلك هذه التعابير تعطينا حسنات تخيلوا هذه التعابير فقط بالوجه هذا تحريك لأعضائه وأعضائه جعلها مبتسمة غير مقطبة يزيد من حسناتنا عند الله عز وجل كيف عرفنا ذلك؟ كيف عرفنا ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة تبسمك في وجه أخيك لك صدقة إذن هذا يدل على أن الابتسامة لها أجر عند الله عز وجل كيف أقابل أخي؟ عندما أقابل الناس كيف أقابلهم؟ بمثل ما رأينا من الوجوه المحبوبة عند الناس إذن كيف نقابلهم؟ بالابتسامة أليس كذلك؟ إذن نبدأ بالتصافح نبدأ بالتصافح أصافحوا إخواني أصافحوا من أقابله أصافحوا ثم بعد ذلك ماذا؟ إذن أصافحوا أخي عند ملاقاته أصافح أخي عند ملاقاته أيضا وأبتسم في وجهه اليد تصافح وهذه حسنات والوجه يتبسم وهذه حسنات أخرى انظروا إنهم يبتسمون أيضا أقول كلاما يعطيني حسنات وما هو هذا الكلام؟ أحييه بتحية الإسلام فما هي تحية الإسلام؟ ماذا نقول؟ حسنتم نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن نحيي بتحية الإسلام إذن أصافح حسنات أتبسم حسنات أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا حسنات أجور عظيمة بالالتزام بهذا الأدب إذن هذه هي الأداب أصافح أخي عند ملاقاته وأبتسم في وجهه وأحييه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا من الآداب المهمة الاهتمام بمستوى الصوت الاهتمام بمستوى الصوت فكيف يكون ذلك؟ عندما أتحدث مع شخص بجانبي عندما أتحدث مع شخص بجانبي فإنني أستخدم الصوت المناسب لقربه وبعده إذا كان بجانبي فلا يحتاج أنني أرفع صوتي بشكل كبير حتى لا أذيه ولا أذي الناس أتكلم بالصوت الذي أسمعه فقط دون أذية لأحد أختار الصوت المناسب إذا كان الشخص بعيدا فإنني أقترب منه ثم بعد ذلك أتحدث معه بالصوت المناسب لا أرفع صوتي لا أرفع صوتي حتى لا أذي الناس وإنما أتكلم بهدوء إذا لم يستمع لي لا أستخدم يدي حتى ألف تنتباهه هناك بعض الأولاد أو بعض البنات إذا لم يستمع له من بجانبي يبدأ يضرب عليه حتى يلفت انتباهه وهذا خطأ وإنما أتحدث بصوت لطيف حتى ينتبه لي أيضا من الأداب التي نتأدب بها أننا نحترم الكبير أليس كذلك ما رأيكم إذا أتيت أنت وشخص كبير إذا أتيت أنت وشخص كبير أو امرأة كبيرة ماذا تفعلون حينما تصلون عند الباب هل تتقدمون عليهم أم تحترمونهم وتجعلون كبير السن هو الذي يتقدم عليكم حسنتم بارك الله فيكم أنتم مؤدبون إذن لا أتقدم على من هو أكبر مني لا أتقدم على من هو أكبر مني أيضا في الحديث عندما أتحدث مع الناس عندما أتحدث مع من بجانبي قلنا بأننا نرفع الصوت أو لا نرفعه حسنتم لا نرفع الصوت إذن الآن من بجانبي هو الذي يتحدث قبل قليل كنت أنا أتحدث فلا أرفع الصوت الآن من بجانبي هو الذي يتحدث هل إذا تحدث أستمع له أم أقاطعه جميل ما شاء الله ما شاء الله إذن لا أقاطئه أبدا وإنما أنتظر حتى يتم كلامه ويتم الفكرة التي يريد أن يتحدث عنها فلا أقاطئ الآخرين أثناء حديثهم في تصرفاتنا اليومية أحيانا يخطئ أحدنا على شخص آخر بدون قصد ولكنه قد يخطئ في حقه فكيف أتصرف إذا أخطأت في حق أحد هل أغيب عنه ولا يشاهدني ولا أشاهده هل أتكبر على ذلك هل أقول لا أعتذر لا المسلم متواضع المسلم مؤدب إذن لا أفعل هذا إذن ماذا أفعل ماذا أفعل إذا أسأت إلى أخي أو إلى شخص أعتذر إليه أليس كذلك وأيضا إذا رأيته أقوم له وأسلم عليه حتى تنتهي المشكلة ولا يكون بيني وبينه خلاف كيف أقابل وأتعامل مع كبير السن كيف أتعامل مع كبير السن كيف أقابل كبير السن إذن أقوم له وأسلم عليه وأدعوه للجلوس في المكان المناسب أحيانا نكون في مجالس ويدخل كبير السن وأنا شاب صغير أو ولد أو فتاة صغيرة أستطيع أن أجلس في أي مكان وعذا كبير السن يحتاج إلى مكان مهيئ له فإنني أفسح له في هذا المكان وأجلسه حتى أحترم كبير السن وحتى يرتاح هذا الشخص الكبير وصلنا للتقويم الآن أضعوا علامة صح للتصرف الجيد وعلامة خطأ للتصرف الخطأ لاحظوا هنا هذا يقرأ الباب وهذا يقرأ الباب ولكن هذا استخدم أجلكم الله رجله في قرع الباب وهذا استخدم يده أيهما تصرف صحيح؟ أحسنتم من يستخدم يده وإذا كان هناك جرس أو شيء آخر فإنه يستخدم هذا الجرس إذن هذا تصرف خطأ نضع عليه علامة خطأ وهذا تصرف صحيح نضع عليه علامة صح أضع خطا تحت التصرف المناسب من بين الخيارات في كل مما يأتي إذا أسأت إلى أخي التصرف الأول أبقى في مكاني أما التصرف الثاني أسلم عليه وأعتذر منه ما رأيكم أنتم؟ أي التصرفين هو التصرف الصحيح؟ أحسنتم بارك الله فيكم أسلم عليه وأعتذر منه أسلم عليه وأعتذر منه إذا دخل رجل كبير السن إلى المجلس أي التصرفين هو الصحيح؟ أبقى في مكاني أقوم وأرحب به وأدعوه للجلوس في المكان المناسب هذا تصرف وهذا تصرف أي التصرفين هو الصحيح؟ هل هو التصرف ألف؟ أم التصرف باء؟ ما رأيكم أنتم؟ ما شاء الله عليكم إذن هو التصرف باء أقوم وأرحب به وأدعوه للجلوس في المكان المناسب أحسنتم وبارك الله فيكم إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا نتذكر دائما أن المسلم يتعدب بآداب هذا الدين العظيم وأنه يحصل على الأجور الكثيرة بالأعمال اليسيرة فالتبسم تبسمك في وجه أخيك صدقة المصافحة الصدقة السلام المصافحة بها أجر السلام به أجر أيضا احترام الكبير وتقديره احترام الناس في الحديث معهم وفي الاستماع لهم كل هذه الأداب تعلمنا من ديننا الحنيف شكرا لاستماعكم شكرا لتأدبكم بهذه الأداب ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة